نصر كبير سجلته شركة أبل الأمريكية على شركة سامسونج الكورية الجنوبية فقد وجدت هيئة محلفين أمريكية أن سامسونج نسخت خصائص دقيقة لجهازي آيفون وآيباد ومنحت بموجب ذلك الشركة الأمريكية تعويضا قيمته مليار وخمسة ملايين دولار جاء هذا الحكم بعد أقل من ثلاثة أيام من مداولات هيئة المحلفين في محكمة بكاليفورنيا نظرت في سبع دعاءات من جانب أبل لانتهاك براءات اختراع وخمسة دعاءات من سامسونج الخطير في الحكم أنه يمكن أن يؤدي إلى حضر كامل لمبيعات متجات سامسونج في الولايات المتحدة ومن المرجح أن يعزز هيمنة أبل على سوق الكمبيوتر المحمول كما يمثل انتصار أبل ضربة كبيرة لأملاق الإنترنت جوجل الذي تستخدم سامسونج برنامجه أندرويد بعد أن قالت المحكمة أنه يخرق براءات اختراعات أبل ونتيجة لذلك قد تواجه جوجل وشركاؤها ومن بينهم وحدة مترولا التابعة للشركة مزيدا من العقبات القانونية في محاولاتها لمنافسة هيمنة أبل شركة سامسونج وصفت الحكم عليها بأنه خسارة للمستهلك الأمريكي وسيؤدي إلى قلة الاختيارات والابتكارات مقابل ارتفاع الأسعار بينما رأى عديدون في كوريا الجنوبية الحكمة تعبيرا عن منافسة بين شركات ودول الحكم الأمريكي جاء معاكسا لقرار محكمة سول أعتقد أن الأمر برمته يتعلق بالمصالح الوطنية الولايات المتحدة كانت كريمة مع الشركات المتعددة الجنسية لكنها الآن ترمي بثقلها وراء مصلحتها القومية أمس سامسونج ربيحت القضية في بلدنا واليوم أبل تفوز في الولايات المتحدة أعتقد بأن هذه الأحكام تتعلق ببلد كل شركة أعتقد أن أبل لم تكن حساسة إلى هذه الدرجة سابقا ولكن عندما رأت أن سامسونج تنمو بسرعة أخذت ترد بحساسية ونظرا لأن المحكمة الأمريكية وجدت سامسونج تخرق بشكل متعمد لبراءات الاختراع المملكة لأبل فيمكن الآن الأخيرة أن تسعى لتعودات مضاعفة ثلاث مرات تقدر بمليارات دولارات